وقد تابع رئيس مجلس الوزراء مستفى مدبولي تطورات حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعي وأجرى أربع تصالات مع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزيري الداخلية والصحة ومحافظ القاهرة لنطمئناني على إنهاء أعمال الإطفاء والرعاية الكاملة للمصابين وجد رئيس الوزراء بالتعامل السريع للحفاظ على أرواح المرضى داخل المستشفى والتأكد من استكمال توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة بالمستشفيات الأخرى مشددا على المتابعة الدقيقة لتطورات الحادث أول بأول